أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج التروحات الحكومية هو توجه أساسي للدولة منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال اجتماع لبتابعة موقف برنامج التروحات الحكومية أكد مدبولي أن ما يهمنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري والتي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات